السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في قناتي قناة شهوة عائشة كنتمنى تكونوا بخير وفصحة جيدة وانتوما كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم اللي ان شاء الله غدينقدم لكم فيه طبق رائع والديد اللي كيمكن لكم تحضروه بسهولة طبق ايطالي مئة بالمئة كيف كتشوفوا معايا عبارة عن معجنة بسلسة اللي كتجي الديد بزاف بزاف ما تشبعوش منه معلكة وبمكونات بسيطة فكرة عشاء اللي كتجي خفيفة بزاف بزاف فما نطولش عليكم دوزو نشوفوا مع بعض المقادير وطريقة التحضير ولكنتو اول مرة كتزوروا القناة فما تنسونيش من اللي لايك ديالكم والاشتراك في القناة مع تفعيل جرس ليصلكم دائما جديد الوصفات ونبدو على بركتي الله نسبة المقادير كنستعملوا اي نوع دي العجائن او البات اللي بغيتو مشي شرط يكون هذا انا هنا يا عندي 300 جرام ديال العجائن عندي هنا يا 100 جرام ديال شوية ديال كروفيت كان بقالية من واحد الوصفة كنت حضرتها القليل من طومات سوريز لتزين عندي هنا يا نصف الفلة اللي قطعتها على هات الشكل هدا كيف كتلاحظو معايا غنحتاجو نصف بصلة مشل درقيق عندي كذلك هنا ملعقة كبيرة ممتلئة جيدا ديالا سوس بيستو عندي هنا ملعقة كبيرة ديال الزبدة والقليل من سلسة طاماطم اللي حضرتها من قبل ونبدأو على بركتي الله والحاجة كنبدأو بها كنديرو المحتة كي يغلق مزيان وغادي نديرو رشة ديال الملح للكمية دياله كتبقى حسب الدوق وغادي نخبئو ديك الكمية ديال كيف سبق ليكتلكم فما كاتنحصروش في نوع واحد ديال اللي بات ديرو اللي سباكيتي أو اللي فيس أو المقارونية كل واحد وشنو كيف تضل أنا هنا يدر تلتمية جرام كيف سبق ليكتلكم الكيمية ديال اللي بات كتبقى حسب عدد الأفراد اللي غاياكلو فبإمكانكم تزيدو أو تنقصو كنحركو شوية ونخليو هي طيب الوقت اللي محدد في الباكية ديال اللي بات مع التحريك مره مره وكيف معروف فالعاجائين ما خاصهم شي طيبوا بزاف كتر من القياس فبين سبعة أو عشرة دقايق المكسيموم صافيغي كيبانو لنا طابو وقبطوا راسهم بشكل جيد كنحيدوهم وكنصفيوهم وضروري أنكم تخبيو عليهم شوية ديال المبرد باش ما كيكملوش طياب ديك سخونية وكيجينو ملسقينو مع الجنين وندوزو باش نحضرو الصلصة اللي غنرافقو بيها بالنسبة للصلصة في مقلات وعلى نار متوسطة منجهدوش عليها بزاف غادي ندير ملعقة كبيرة ديال الزبدة وغادي نضيف عليها هنا يا نص بصلا مش للدارقيق وغادي نضيف عليها كدلي كفص ديال التوم اللي غادي نعصرو على هات الشكل هذا إلا ما كانش متوفر عندكم فبإمكانكم ديرو بودرة التوم وبالنسبة للملعقة ديال الزبدة فبإمكانكم تعاموضوها ملعقة كبيرة ممتلئة جيدا زيت الزيتون فلكم الختيار غادي نخلطو دوك المكوينة مع بعضها ونخليو جادي تنزل لنا شوية ديك البصلاة بإمكانكم تعودوه ديبتي مخصو ديال الدجاج ديال صدر ديال الدجاج مقطع رقيق نسم هنا بالقالين من الملح الكمية ديالو كتبقى حسب الضوق والقاليل من اللي بزار او الفلفل الاسود اللي فقط كن نسمو بهم وغادي نضيف هنا كدليك نص فلفلة مقطع رقيق على هات الشكل هذا كنشط ليه وغادي نضيف كدليك ملعقة كبيرة من صلصة البيستول اللي كتعطيه واحد المدق رائع اللي بط وغادي نضيف هنايا القالين من صلصة الطماطم نخلط كل جيدا باللسبة الكوفيت فبإمكانكم تعودوه بصدر الدجاج او بطون فلكم الختيار وبإمكانكم تضيفو لها اي نوع ديال الخضر متوفر عندكم او كتفضلوهم فكتجي لديه ده بزاف بزاف ورائع جدا غنخلي ودك الكوفيت يتشحر مع باقي المكونات حتى يتلق دك المالي فيه وكتصبح عندي الصلصة على هات الشكل كيف كتلاحظو معي غادي نضيف هنا يا ربعات المعالق كبار ديال قش ده الطريه او لك خينف خيش اللي تهي عندها دور اساسي في التعليكة وفي اللدة ديال ديال ديك الصرصة اللي غنرفقو بها لبات ديالنا سافيو هنا يا كتزين كيبقى اختياري غادي ندير اللي تومات سوغيز غادي نقسمعهم على جوش كيف كتلاحظو معي وغادي نديرو هكا من الفوق فقد كيدخل معاهم شوية دك الصهد ما كان طيبوهم ش من الاول فكيجيوا رائعين في الشكل ديالهم كيعطونا واحد اللون للصلصة ديالنا غنخليها تقريبا واحد جوش دقايق لا اكتر فوق من البوطة دائما على نار مهيلة كيف سبق لي كتلكم فبإمكانكم تضيفوا اي نوع ديال الخضر بحل الجزار او الفلفلة خضراء او الفلفلة صفراء او القرع الخضراء كتقطعوهم بنفس الطريقة باش قطعت بها انا يهني الفلفلة الحمراء فكتجي سلصة جميلة في الشكل ديالها وحتى الماضاق كتجي سلصة متكاملة ومصحية صافي غادي نخلي الكل تقريبا جوش دقايق لا اكتر فوق من النار دائما كيف سبق لي كتلكم مهيلة هنايا كاخر اضافة غادي نديرو القليل من الفرماج محكوك لتهوك يعطينا تعديك رائعا للصلصة ديالنا صافي غادي نجيبو دوك العجائن اللي سلقناهم من قبل وصفيناهم خوينا عليهم شوية ديما برد باش كيتحيد منهم شوية دك الناشا اللي كيكون فيهم وكذلك يحبسوا من الطياب وعلا بعد ما سقطرناهم شكل جيد غادي نضيفهم بهات الشكل هادا فوق من ديك الصلصة ونحاول نحرك جيدا حتى تدخل لي الصلصة بشكل جيد في دوك الليبات وتماغينا مزيان معاهم ونتلقوا من بعد باش نشوفو الشكل النهائي ديال الليبات ديالنا وهدو هما الليبات ديالنا كيجي ولداد بزاف بزاف ومعلكين بصلصة رائعة جربوهم وردو علي الخبار كنتمنى أن الوصفة ديال اليوم تنال الإعجاب ديالكم وكنشكركم جزيرة الشكر على المتابعة ديالكم على تشجيعاتكم وللايك ديالكم والتعاليق لكي وصلوني فهدو الوصفة ديال الليبات أكيد إلا جربتوها غادي تعتمدوها ضمن الوصفات اليومية ديالكم وجبالي كتجي سريعة وخفيفة تقدرو تحضروها تل آخر وقت وما بقى لي غير نودعكم إلى اللقاء في وصفة مقبلة بحول الله ترجمة نانسي قنقر